مرحبا بكم عزيزينا المشاهدين لهذه الحلقة من برنامج حوار خاص وحوارنا متواصل معكم من العاصمة الأمريكية واشنطن وهذه المرة ضيفنا شخصية مميزة وتحتل موقعا بارزا في المشاهد العراقي أنه رئيس السلطة التشريعية في العراق رئيس البرلمان العراقي دولة الرئيس سامن نجيفي مرحبا بك في هذا الحوار حقيقة وأود السؤال انطلاقا من وجودنا هنا في واشنطن أنت التقيت وزير الخارجية قبل يومين واليوم التقيت وزير الدفاع تشاك هيل وفي انتظارك لقاء مهم جدا مع الرئيس ونائب الرئيس حقيقة ما يبدو مهما في مجمل هذه اللقاءات أنك تمثل صوتا قد لا يبدو في توافق ما كامل مع رأي الحكومة الذي تسمعه عادة واشنطن برأيك أين الأهمية في سماع مثل هذا الصوت شكرا أنا طبعا أعتقد أن الولايات المتحدة لها دور أساسي في القرار العالمي وفي المنظمات الدولية وفي التأثير على الشرق الأوسط والعراق وضرورة أن تكون الصورة واضحة لدى صاحب القرار الأمريكي في حقيقة الوضع العراقي وحقيقة ما يدور في منطقة الشرق الأوسط ومن اتجاهات الفكرية والمعالجات والتجربة الديمقراطية واستقرارها في العراق والمخاطر التي تتهددها والجراءات التي تتم في بناء دولة العراق كل هذه الأشياء لا بد أن تكون واضحة ونحن نتكلم معهم بكل صراحة ووضوح ونحتاج أنه يتفاعلون مع منطقة الأشياء وحقيقتها فالزيارة تكتسب أهمية والصورة الواضحة أساسية في حل المشكلة العراقية الصور الغير واقعية والتي تنقل وجهة نظر أحاديث الجانب أو تنطلق من مصالح جهات محددة ستكون كارثة على البلد باعتبار أنه ستكون لجراءات أيضاً غير متسقة مع متطلبات واقع الحياة العراقية فاللقاءات كانت مهمة وشرحنا الوضع العراقي كما نراه والمخاطر التي تتهدد بناء العراق والتي هي مخاطر جدية هناك انحرافات حقيقية في تطبيق الدستور في الفصل بين السلطات مهم دولة الرئيس الحقيقي من الجيفي مهم جداً هذا الكلام هل أنت على يقين أن الأمريكيين قادرون على تتبع مسار هذا الانحراف أو مجموعة الانحرافات التي تحدثت عنه أم أنهم بحسب معرفتك غير معنيين بهذا الأمر تأكيد خف الاهتمام الأمريكي بالعراق خلال السنوات الماضية وكان اهتمام بالمبارفات أخرى للقضية السورية وقضايا أكثر سخونة ولكن العراق هذا هو مسئليةهم القانونية والأخلاقية هذا عراقهم صنعوه هم وضعوا مساراته هم وضعوا ملامحه وبالتالي هم مسؤولون حتى بحكم الاتفاقية الموقعة مع الجانب العراقي بأنهم عليهم التزامات كثيرة نعم أنا قلت هذا الكلام مع وزير الدفاع ووزير خارجية ولاية المتحدة مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن حماية التجربة العراقية نعم التجربة التي من المفترض أن تبنى بطريقة صحيحة وأن تكون مثالا في هذه التجربة التدخلات السلبية تحاول أن تحرف المسار يجب أن يكون هناك نوع من الضغط الدولي على جهات المتدخلة في الشأن العراقي بحمايته من الهجم الإرهابية بحمايته من التأثيرات الإقليمية بحمايته من التفكك المجتمعي الذي بدأ ينخر في جسد العراق إذا فشلت التجربة العراقية فقد انهارت الصورة التي حاولت الولايات المتحدة والعالم أنه تبنيها في العراق أن تجربة ديمقراطية لها ملامح متقدمة جدا تتفق مع المعايير العالمية ولكن هذا الأمر فيه انحراف كبير وأنا أعتقد الولايات المتحدة ليست منقطع عن العراق لديها سفارة كبيرة ولديها تواصل كثير ولكنها تتأثر أيضا ببعض عوامل الضغط الموجودة في واشنطن من بعض الدوائر بعض العوامل الضغط التي اللوبيات الموجودة ممكن أن تؤثر على صانع القرار في بعض الأشياء نحن أردنا أن نوصل للصورة الحقيقية التي نراها وتأكيد هذه فرصة تاريخية أنه تصل هذه الصورة وأنا لدي شرح تفصيلي وهناك رسالة سأقدمها غدا للرئيس السيد النجيفي ماذا سيقول للرئيس أوباما نعم هناك رسالة فيها رؤيتي حول العراق والحلول المناسبة ومسؤولية المجتمع الدولي لحماية الإنسان العراقي والديمقراطية في العراق وعدم الانجرار وراء مشاريع غريبة يراد أن تنفذ في العراق بحجج وتحت عنوين معينة يعني مكافحة الإرهاب كلنا مع مكافحة الإرهاب ولكن لا يستخدم هذا العنوان لقمع الشعب العراقي أو لضياء حقوق العراق أو لدخول مشاريع غريبة على الجسم العراقي وبالتأكيد سيتغير هذا الجسم ومعالم العراق فالرسالة غدا سأسلمها للرئيس الأمريكي فيها رؤيتي حول العراق وحول الحلول المناسبة للقضية العراقية من منطلق الالتزام الأخلاقي ومنطلق اتفاقية الشراكة الموجودة التي تلزم الطرفين بالتفاهم والتعاون وحماية التجربة والاتفاق الإطار الاستراتيجي الذي وافق عليه البرلمان في الدورة السابقة وأنا أعتقد أنه لا بد من عودة الاهتمام بالإرهاب شخصيا دولة رئيس أنت ترى في الجانب الأمريكي طرفا أساسيا يمكن الوثوق به الجانب الأمريكي حقيقة هي دولة كبيرة ومهمة وهناك مشارب مختلفة في الكونغريس وفي الإدارة لا نستطيع أنه نضعها تحت إنوان واحد أنا أقصد هنا تحديدا في السؤال للإدارة لأن تعرف دولة الرئيس القرار التنفيذي هو قرار الإدارة أقصد الإدارة هل شخصيا هل يرى السيد أسامة النجاي فيه أن الإدارة الأمريكية طرف مهم يمكن الوثوق به لا نقول ثقة مطلقة وكاملة هم لديهم مصالح نحن لدينا مصالح ونحن نحاول أن نحقق مصالح العراق من خلال هذا التواصل وبالتأكيد ولاية المتحدة هي لا تعمل فقط لمصلحة العراق لديها رؤية أخرى طبعا هي ليست جمعية خيرية يعني لديها رؤية وتوازنات معينة في المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل ولاية المتحدة بالقرار العراقي أو بالمصلحة العراقية ولكن أنا كعراقي ومتحدث من الشعب العراقي ودافع عن مصلحة العراق وأحاول أن أؤثر على القرار الأمريكي لمزيد من الحماية للتجربة العراقية ودفاع عن حق المواطن العراقي يبدو تحدثت دولة رئيس عن كونك ممثل للشعب العراقي هل ستلتقي ممثلي بين قوسين الشعب الأمريكي في الكونغرس نعم طبعا هناك أيضا لقاء كيف ترى أن عضاء الكونغرس يعني يبدون على مسافة من الإدارة بل يبدون وكأنهم ناقدين للإدارة الأمريكية في المواقف العراقية حتى الديمقراطيين ليسوا كثيرا على توافق تام مع الإدارة ألا تعتقد أن من المهم أيضا معرفة هذا الصوت مدى تأثيره على القرار الأمريكي تأكيد هناك صراع سياسي في المجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي وديمقراطيين والجمهورين ولديه انتخابات نحن لن ندخل في هذا الموضوع التنافس الأمريكي ولكن نتكلم حول تأثيره على الوضع العراقي هناك قرار مهم في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ حول الإعلاقات مع العراق وحول تسليح العراق وحول التعاون مع الحكومة العراقية وكثير من الأشياء التي كونغرس الأمريكي صاحب قرار يستطيع أن يعطي ويمنع نعم في قصة وهذا مهم جدا دولة الرئيس حقيقة ما تقوله دقيق ومهم لأنه فعليا قصة التسليح هنا اللي يجد طولة هي للكونغرس في إقرار وتمرير صفقات التسلح أي موقف للسيد النجاي في حيال قضية تسليح أو مداد الجيش العراقي بالأسلحة؟ من الطرف الأمريكي أقصر نعم نحن مبدئيا مع بناء جيش عراقي قوي ومتوازن جيش وطني بعيد عن السياسة يدافع عن حدود العراق ويكون حاميا للشعب العراقي والتجربة العراقية ولكن لدينا ملاحظات حول بناء الجيش الجيش لم يبنع بالطريقة الدستورية التي نص عليها الدستور ولم يمثل التوازن العراقي ولم ينع بنفسه تقصد التوازن الطائفي والعرقي؟ توازن المكونات العراقية نعم هذا موجود في نص الدستور المادة التسعة تشير إلى توازن وتكامل وتماثل في مؤسسات العسكرية هذا لم يحصل يعني القرار هو في اتجاه مركز في اتجاه ومهمل في اتجاهات أخرى والجيش غير بعيد عن التدخل في السياسة ما هي أشكال تدخل الجيش العراقي في السياسة؟ هذا ممنوع دستوريا ما هي الأشكال اليوم أقصد؟ الأشكال هو قريب من بعض الجهات في السلطة التنفيذية ويستخدم في الموضوع الانتخابي ويمارس بعض أنواع الضغط على خصوم سياسيين وكثير من التصرفات والولاءات تنحصر بأشخاص وليس للراية العراقية أو الشعب العراقي أو هذا من بعض القيادات في المؤسسة الأمنية وهذا أمر خطير جدا تدين بالولاء لأشخاص وليس للعموم الشعب وهذا يجب أن يلاحظ ويتابع ونحن نقول نريد الجيش الصورة المثالية التي يتمنىها كل عراقي هذا الجيش مطلوب أن يسلح والتسليح متاح بموجب الاتفاقية للإطار الاستراتيجي فنحن نؤكد على تسليح الجيش فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ولكن في نفس الوقت أن لا يستخدم هذا السلاح بأي شكل من الأشكال تجاه الشعب العراقي وقد استخدم في السنة الماضية في بعض الحالات ضد الشعب العراقي قضية الحويجة في الفلوجة في الموصل في كثير من الإجراءات هذا سيخرج الجيش ويخرج التسليح من المنطق القانوني أو الإطار القانوني فنحن نؤكد على هذه الحالة وقد ذكرناها هذا اليوم في الاجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي أنه نحن مع تسليح الجيش بما يلزم لمكافحة الإرهاب وهذا مشروط بعدم استخدام هذا السلاح ضد الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال وطبعا هناك تفاصيل كثيرة لهذا الموضوع نوع السلاح وكيف يستخدامه والضوابط وتأكيد نحن نسعى أنه يعاد النظر بالخلل الموجود داخل القوات المسلحة من خلال القيادة الصحيحة ومن خلال التوازن ومن خلال الالتزامات القانونية التي تحتم على هذا الجيش أنه يكون جيش لكل العراقيين وليس لجزء منهم دولة رئيس الحقيقة ماذا ستعطي الولايات المتحدة من أسلحة الأرق؟ بالتأكيد هناك أسلحة خفيفة جهزت وتجهز الآن لمكافعة الإرهاب وبعض الصواريخ التي تحمل على الطائرات تستهدف أهداف محددة ممكن في الصحراء أو قدل معسكرات الإرهابين وما شابه وبالتأكيد هناك تعاون أمريكي في المسح الجوي والطائرات المسيرة بتون طيار وشيء من هذا أما التسليح الأكثر فاعلية الدبابات والطائرات الأباشي أو الطائرات الـ F-16 فهذه مؤجلة إلى الأشهر اللاحقة ما بعد الانتخابات حتى طائرات الأباشي مؤجلة؟ نعم كلها مؤجلة بوصفة أنها طائرة تستخدم في ملاحقة المجموعات المسلحة أيضا يعني هو العراق أعتقد يسعى الآن لتأجير بعض الطائرات وشراء بعض الطائرات وهذا الأمر لا زال قيد جراسا تأجير من الولايات المتحدة نعم دولة الرئيس الحقيقة هناك من يقول ولماذا اليوم الولايات المتحدة تقوم وهذا أمر بات طبيعيا بقصف أهداف منتخبة في اليمن بشكل يكاد يكون دائم لتجمعات القائدة تفعل الأمر ذاته في أفغانستان تفعل الأمر ذاته في باكستان لماذا لا تفعله في العراق؟ حقيقة هذا المفروض يكون قرار متفق عليه وتدخل في سيادة الدولة وتسيير طائرات هل بات العراق قويا بحكمنا على الولايات المتحدة من تنفيذ هذا الأمر؟ أنا لا أدري إذا هناك رغبة أمريكية في أنه يتدخلون بهذا الشكل لا أدري والعراق لم يطلب مساعدة من هذا النوع لازال الأمر في مقدور القوات العراقية أنه تتعامل مع الأهداف الإرهابية لا أعتقد أنها بخطورة الوضع في اليمن أو خطورة الوضع في أفغانستان من برنامج حوار خاص ومن واشنطن نحاور رئيس البرلماء العراقي دولة الرئيس أسامة أنجيفي مرحبا بك مرة ثانية حقيقة كنا توقفنا عند الفاصل عند عنوان الأبرز والأعرف للأزمة العراقية اليوم الأنبار ما الذي يحصل في الأنبار إرهاب حراك شعبي اعتقالات ظلم مواجهة طبيعية داعش ما الذي يحصل الأنبار ثقل أساسي وعشائر كريمة وتاريخ عظيم وأهل الأنبار قد طالبوا بحقوق مشروعة على مدى أكثر من عام وكانت حقوق طبيعية جدا لم يطلبوا أكثر من العدالة والمساواة مع بقيث مناطق العراق ولكنهم لم يمعاملوا بالطريقة الصحيحة ولم يحترموا كاحترام حق المواطن في التظاهر والمطالبة بصورة سلمية دستورية بما يراهم مناسبا بل تم التعامل معهم باستعلاء وباتهامات وبتخوين وبازدراء بطريقة لا تتفق أبدا مع ما الزمن الدستور ومع حقوق المواطنة ومع ما يربط العراقيين من من ثوابت وهذا الإزدراء دولة الرئيس عفوا في التعامل مع الأنبار من كان وراءه كيف تجلى هذا الإزدراء ما السبب إليه وماذا كان يهدف وتحديدا هنا أنت تشير إلى إزدراء من قبل الحكومة المركزية هو نوع من سوء التصرف سوء التصرف أم قصد وراه يعني هناك من يقول هناك من يقول وهو الأمر جلي لك وجلي للجمهور الكريم يقال أنه كسر ظهر الأنبار هو كسر ظهر السنة في العراق هل بدأ الأمر وكأنه الحكومة تحديدا يعني رئيسها يتعامل مع الأمر على هذا النحو كما يقال طبعا وطبعا لم كما قلت لم يتم التعامل معهم بصورة صحيحة وهذا ينبع من التخوف من قوة تحاول أن تأخذ مكانها في العملية السياسية بطريقة مشروعة تم تجاوزها في الماضي وحصلت أخطاء أيضا بعدم المشاركة بصورة صحيحة وعندما عادت إلى المشاركة منعت واستهدفت وتم التجاوز عليها ومحاولة إبقاء خارج دائرة التأثير الذي مفترض أن يناله كل عراقي فهذه الهجمة الفكرية والعسكرية والإدارية كلها تنطلق من مخاوف ومن نظر ضيقة لكيفية التعامل مع المكونات العراقية وأنه تعامل ضمن دائرة المسئولية لا أنه ننحاز إلى طرف ونتوجه بالعداء والسوء التصرف تجاه الأطراف الأخرى فما حصل في الأنبار كما قلت هو سوء إدارة الأزمة من كيف انطلقت أنا أعتقد لها مجمل قضايا من ضمن عدم القدرة على استيعاب الآخرين والوساوس التي تراود بعض الشخصيات في العراق من ظهور قوى سياسية بصورة طبيعية والتنافس السياسي ومساءلة المسئول حول ما يفعل في البلد كل هذه الأشياء دفعت إلى التصرف بعدوانية تجاه الأنبار ومحاولة أنه يقمع هذا الصوت ويتم الإخماد هذه التظاهرة السلمية الدستورية التي لم ترفع سلاحا ولم تهدد أحدا أنا لا أنفي أن هناك بعض الشوائب حصلت هنا وهناك أثناء المظاهرات بعض الشعارات الغريبة بعض الشخصيات المتطرفة ولكن السمت العام لهذه المظاهرات كان مطالب عادلة مشروعة وسلمية وليس فيها نفس طائفي أو نفس عدائي طبعا هذا الموضوع من يريد أن يكسر ظهر الأنبار حقيقة مخطئ جدا لا الأنبار ولا أي محافظة عراقية ولا أي قبيلة عراقية ممكن أن تكسر لكن ممكن أن يتم الضغط عليها لتعود بعد فترة من الزمن وتأخذ دورها سواء أراد الفاعل أو لم يريد وقد مرت تجارب في عراق كثيرة في النظام السابق حاولوا كثيرا أنه يضغطون على أحزاب معينة وعلى شخصيات معينة وعلى مكونات معينة ولكن دار الزمان دورته وتغيرت الأمور والآن أرجو أن نستفيد من الأخطاء الماضي لا نعود ونسكن في مساكن الذين ظلموا ونعيد فعلهم من جديد فأنا أقول يجب أن يكون هناك احترام لرأي الأنبار ورأي كل من يطالب المطالب السلمية المشروعة نجلس معه ونستمع إليه ونحاول أن نحل الأمور بطريقة تستورية وقانونية ومنطلق الشراكة في الوطن اتهمت الأنبار أنها قاعدة واتهمت قبائل الأنبار أنها متطرفة وأنها تفجر وتقتل وتهدد هذا غير صحيح أبدا القاعدة موجودة ولكن ليس كل ما في الأنبار هو قاعدة لا يجوز أن نتهم هذه العشائر الكريمة أنها قاعدة هي قاتلت القاعدة وانتصرت عليها في سنوات سابقة ولكنها لم تعامل بما يلزم من احترام ومن تقدير ومن مشاركة في خيرات العراق الصحوات التي قاتلت القاعدة وحسمت المعركة عملت بطريقة سيئة جدا وتم تجويعها واستهدافها من عملها بهذا الطريق؟ الحكومة العراقية واستهدفت بطريقة أضعفت روح المقاومة لديها وروح الإصرار على بتر الباطل وبتر الإرهاب رواتب قليلة لم يتم الإفاء بالوعود في انخراطها بالقوات المسلحة تم اتهامها بالإرهاب أي دعوة كيدية يزج في السجن وأغتيل كثير من شخصياتهم فأصبحت بين نارين نار القاعدة التي حاولت أن تعيد الكرة وتنتقم منها ونار الحكومة وإجراءاتها الفاشلة في التعامل مع هذه الظاهرة الفريدة من نوعها وعدنا أنه حصل شرخ كبير بين هذه المناطق وبين هذه القبائل وبين الحكومة وهذا الشرخ سبب بيئة خصبة لعودة القاعدة من جديد وأن يكون لها صوت في الأنبار ولكن مع هذا ومع الجرح العميق الذي أصيبت به هذه المناطق من سوء تصرف الحكومة قاتلت القاعدة مرة أخرى والآن يجب أن يكون هناك ضمان لهذه الناس التي تقاتل أنه يتم حزام بعقوقها ما حجم وجود القاعدة دوية الرئيس في الأنبار وليس في الأنبار حسب أنت ابن نينوة مثلما أنت ابن العراق وتعرف تماما ما الذي يعنيه وجود القاعدة في مناطق نينوة ما حجم حقيقة هذا يقال أن هناك تهويل من حجم وجود داعش في العراق أنا حسب معلوماتي مئات الأفراد ليس أكثر يعني في الأنبار ولكنهم يقتلون كثيرا نعم لا يمر يوم في نينوة دون حدوث عملية قتل واسعة هو ليس كل القتل له جانب الإرهاب هناك قضايا كثيرة تتم في مجتمع لا أقصد أن أستهداف القوات مسلحة بالتأكيد القاعدة موجودة وتستخدم البيئة الغير مستقرة البيئة التي تشعر بالظلم وتستوطن فيها وتحاول أن تؤثر على المجتمع ليدعمها بشكل من الأشكال الحكومة وإجراءاتها لم تكن بالمستوى المضطوب ولم تكن صحيحة في كسب الجمهور وقطع الصلة هذا الحبل السري الذي يغذي القاعدة قطعها بإجراءات قانونية إجراءات مسؤولة تجاه الشعب والأطراف التي دخلت من داعش والقاعدة إلى الأنبار مئات ليس أكثر يعني في الفلوجة يقدرون العدد بمئتين تقريبا شخص الذين دخلوا وموجودين داخل الفلوجة ولكن نتكلم حول مدينة فيها نصف مليون إنسان الآن يتم التعامل مع الفلوجة أنه القاعدة قد سيطرت على الفلوجة وتحكمها ويجب أن تستهدف من الجيش أو تقصف بالمدفعية أو تهدد بشكل من الأشكال فلنكسب هؤلاء الناس وتنتهي القاعدة في ساعات تعتقد هذا مهم هذا الرهان إن الحكومة العراقية كسبت الناس في الأنبار أم خسرتهم لا لم تكسب الناس يعني هذه هي التجربة التي ذكرت قبل قليل تجربة الصحوات وما حصل من نتائجها ولكن وإلا تناها دولة الرئيس كسبت سياسيين من الأنبار كسبت شيخ عشائر من الأنبار يقفون إلى جانبها بقوة بل إن سيد رئيس مجلس الوزراء استخدم مواقف في مواقف كثيرة استخدم تصريحات ومعلومات أكدها له عن تحول ساعات الاعتصام إلى ملاجئ للقاعدة عبر شخصيات أمبارية إذن الأزمة هناك أزمة انشقاق داخل أهل الأنبار ذاتهم هناك من يبدو وكأنهم أذرع للحكومة تضرب من تشاء مثل هذا الأمر هل هو موجود أنت كيف تنظر إليه كيف تتعامل معه أنا لا ألوم أي شخص يقاتل القاعدة الآن بل أدعمه وأشد على يديه هؤلاء الشخصيات وهذه القبائل قاتلت القاعدة ليس حبا بالحكومة ولكن كرها بالقاعدة وهناك دماء كثيرة قد سالت بين هذه القبائل والقاعدة في الحروب السافقة وهذه العشائر انتفضت عندما علمت أن القاعدة قد دخلت إلى بعض مناطق الأنبار سيطرت على مناطقها ولم تسمح للقاعدة بالدخول فيها في كثير من مناطق الأنبار وقاتلت القاعدة منذ اليوم الأول حتى قبل أن يكون للجيش أو للقوات المسلحة دور فأنا لا ألوم هذه الشخصيات بل على العكس ولكن أدعو الحكومة أن تتعامل مع ملف الأنبار بواقعية ليس كل ما موجود في الأنبار هو قاعدة هناك قاعدة بحجم قليل وهناك نوع من التمرد السياسي والرفض لإجراءات الحكومة ودورها في الأنبار وهذا هو الغالب على وضع الأنبار السياسي والأمني فالحل يجب أن يكون بمسارين مسار دعم هذه القبائل لقتال القاعدة وتقديم ما يلزم من أسلحة وأموال وإجراءات محددة وفي نفس الوقت المسار السياسي الذي يجب أن يصب في كسب هذه الناس إلى العملية السياسية من خلال تقديم ما يلزم من حقوق مسلوبة منهم وخدمات لم تستوفى من قبل الدولة وصلاحيات قد تم الاعتداء عليها من الحكومة المركزية ومعتقلين بالمئات وبالآلاف بغير وجه حق يوم أمس تم اعتقال خمس نساء بحجة أن أولادهم قد هربوا من السجن هل هناك قانون يتيح للدولة أن تعتقل شخص بدل آخر هذا هو منطق الفشل في التعامل مع الشعب العراقي فالمسار السياسي هو المهم الفشل هنا يتحمله دولة الرئيس شخص واحد هو القائد العامل أم أن هذا الفشل فشل منظومة دولة أو سلطة تتمع إلى أن تكون دولة هي لا زالت في مرحلة السلطة يعني هذا فشل نظام أم فشل شخص هو حقيقة كلها مشمولة يعني هو النظام بحد ذاته يتصرف بطريقة غير دستورية مع المجتمع العراقي هناك ضغط على القضاء هناك تسييس للجيش هناك انتهاكات لحقوق الإنسان هناك منظومة فساد تنخر في الدولة عدم احترام للشعب هذه كلها عوامل لا نقول أن شخص واحد مسؤول عنها ولكن مجموعة عوامل ضغط ومجموعة قوة سياسية مسؤولة عنها ونحن يجب أن نبني الدولة مثل ما قلت وليس السلطة فعلا هو الآن هناك سلطة أكثر منها منظومة الدولة لأنه التصرف لا ينبع من قرار مؤسساتي بمسار قانوني وقناة قانونية محددة هناك نوع من الإجراءات التي تخرج من هذا الإطار فنعود إلى الأنبار نقول يجب كسب أهل الأنبار من خلال الحلول السياسية وهي التي ستكون فاعلة في القضاء على القاعدة وتشفيف أي حاضنة للقاعدة في الأنبار وأن نستطيع أنه نحقق الاستقرار السياسي ونحقق تخلص جسم العراقي من هذا الفيروس الفيروس الإرهاب الذي رأى بيئة خصبة تساعد على الدخول ولكن إذا استطعنا أن نحصن هذا الجسم سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا من هذا المرض فقد أنقذنا العراق ويجب أن تعرف الحكومة جيدا أنه لا نجاح في الأنبار إلا بالحل السياسي أما الحل العسكري لوحده واتهام كل من يرفض التعامل مع الحكومة أنه في خانة الإرهاب فقد فتحنا باب جهنم على كل الوضع العراقي ولن تقف القضية عند الأنبار استمتد إلى مناطق أخرى دولة الرئيس ألا تجد أن الحديث يتوجه بالإشارة إلى فشل الحكومة في تأمين حقيقة حاجة أهل الأنبار وتفهم ما دفعهم إلى التعبير عن ذلك سلميا ألا تعتقد أنه أيضا مثير يعني للمفارقة أن يكون في هذه الحكومة خمسة وزراء أو أكثر من أهل الأنبار ذاته يعني كيف يمكن أن أحمل المسؤولية فقط لرئيس الوزراء في سوء التعامل مع الأنبار فيما خمسة من وزرائه هم من الأنبار ذاته دون أن يعترضون ما الذي يشكل هذا لك يعني منطقيا للمواطن العادي فكيف لرئيس السلطة التشريعية ألا يثير هذا نوع من الغرابة حقيقة هو يعني لا نقول أن كل الناس واعين لهذا الموضوع أو كل الأطراف قد حسمت أمرها أنها تقف مع الالتزامات الدستورية نحن طبعا نلوم كل من يسكت عن الانحراف إذا كان وزيرا في مجلس الوزراء أو كان نائب في مجلس النواب أو سلطة من السلطات لا بد أن تكون والتزمة بحدود الدستور والقانون وتدافع عن الشعب أنا لا أدافع عن أي شخص سواء كان وزيرا أو نائبا وكل سيحاسب من قبل الشعب على ما قدم ولكن أقول أن إجراءات الحكومة في السنوات الماضية لم تكن صحيحة تجاه التعامل مع مناطق محددة وقد زرعت المظلومية فيها بشكل واضح ودفعتها إلى نوع من الروح التمرد والرفض للعملية السياسية وهذا خطأ استراتيجي كبير التجربة أوشكت عن الفشل والانهيار إذا لم نتداركها بإجراءات صحيحة وبشخصيات قادرة على التعامل الطبيعي وأنا أرى في الانتخابات حلا لكثير من مشاكلنا ولكن يجب أن تضمن أنها تكون صحيحة وأن لا تثار كثير من القضايا في هذه الفترة المتبقية من أسألك في هذا الصدد هل دولة الرئيس النجيفي على يقين من أن الانتخابات ستجرى في موعدها لكن اسمح لي أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل عزاني المشاهدين فاصلون ونعود أهلا بكم عزاني المشاهدين إلى الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة من برنامج حوار خاص التي نحاور فيها رئيس البرلماء العراقي دولة الرئيس مسامن الجيفي مرحبا بك سيدي كنت سألتك هل أنت على يقين من أن الانتخابات ستجرى في موعدها هل لديك مخاوف حيال هذا الأمر بالتأكيد هذه مخاوف حقيقية وأنا أعتقد أن قضية الأنبار وإثارتها في هذا الوقت في توقيتها الغريب ممكن أن تعطى الانتخابات بالإضافة لمزيد من الإجراءات ومزيد من اللغة المتطرفة ومزيد من شحن الشارع وإلقاء الزيت على النار في وقت نحتاج إلى التهدية ونحتاج إلى الاستعداد الهادئ والمتزن والقانوني للانتخابات إجراءات كثيرة وتصعيد كثير وشحن طائفي خطير يحصل من بعض أطراف العملية السياسية ومن الحكومة يضع علامة استفهام كبيرة أن هناك من لا يريد الانتخابات أن تجري في موعدها لو حصل مثل هذا الأمر سيكون كارثة كبيرة لأنه سندخل في فراغ دستوري وممكن أن تبقى الأمور مطلقة على ما هي مع احتمالات المخاطر التي ممكن أن تتعظم وتتصاعد في هذه الفترة ويصبح كثير من الناس ندفعهم إلى اليأس ندفعهم إلى الخيارات الصعبة باعتبار أنه لا حل لا قرار لا رأي شعب لا انتخابات هذه ستكون كارثة كبيرة السيد النجيفة حقيقة يقال أنه حين تكون واقعيا عليك أن تتعامل مع الأشياء حتى لو كانت فيها نتائج قاسية عليك نفس الوقت هناك لغة أخرى يقال أنه تحاول أن تصل إلى حلول وسطية بطريقة أو بأخرى اليوم يبدو العراق نهبا للتطرف يعني في هذا المعسكر تتصاعد فيه لغة التخوين ولغة الثائر ولغة المواجهة مثلما تتصاعد اللغة في معسكر آخر كيف يمكن للانتخابات أن تشكل لنا أو تشكل للبلاد مخرجا فيما تتقاذى في العراق اليوم قوة تشدد الحقيقية كيف من أين من أين رهانك على أن الانتخابات ستشكل مخرجا للبلاد من أزمتها هو طبعا نحن نقول انتخابات صحيحة الانتخابات يكون لرأي الشعب الكلمة الأولى والأخيرة ونأمل أنه بمجب الإجراءات التي اتفقنا عليها بالبطاقة الألكترونية والحيادية والأمور الفنية التي تمنع التزوير أنه يكون صورة واضحة تماما ونحن نحترم رأي الشعب إذا جرت بطريقة صحيحة من يريد الشعب هو الذي سيحكم والشعب هو سيكون مسؤول عن هذا الاختيار وأنا أثق بالشعب العراقي وأثق بحكمه لنا أو علينا ولكن يجب أن نترك لهذا الشعب الظرف المناسب والجو المناسب والإجراءات الصحيحة ليختار من يشاء وبعد ذلك نقبل النتائج ونخضع لها جميعا أما إذا جرت في أجواء تصعيدية وأجواء تخوين هذا الذي أقصده من السؤال اليوم الجو الشعبي على الأقل يمكن حضرتك تسمع كلام صادم ولكنه حقيقي اليوم الجو الشعبي جو طائفي منقسم وبقوة من لا يقول غير هذا نظرته غير واقعية من يتحدث عن أخوة وتفهم وعيش مشترك هذا لا يقول الحقيقة اليوم في العراق لحظة قاسية لحظة الانقسام كيف يمكن أن تؤدي الانتخابات إلى نتائج مصرية في لحظة الانقسام العسيرة هذه أنا لا أعتقد أن كل ما موجود في العراق هو قسام طائفي وتشدد وشخصيات متشنجة أبدا هناك في كل طرف من الأطراف أناس يريدون العلاج ويريدون الحلول الصحيحة ويريدون بناء الدولة التي لها صورة المعايرة الديمقراطية المقبولة في كل مكون عراقي هناك أناس من هذا النوع وأنا أأمل أن يصل هؤلاء إلى الحكم أن يكون قرار الشعب باتجاه دعم هؤلاء وأن يتشكل تحالف حقيقي بين قوة من مختلف الأطراف لإدارة البلاد بصورة صحيحة يعني السيد النجيفي ما زال يثق بأن صوت الاعتدال ممكن أن يرجح كفته في العراق؟ نعم أنا لا أقول أننا نتكلم حول معايير مثالية هناك فعلا انقسام في العراق وهذا الانقسام نتيجة أشياء كثيرة سياسات وإجراءات وإرث تاريخي وإحباط وتدخلات دولية ولكن نستطيع من هذه الصورة القاتمة أنه نخرج معادلة وتركيبة تكون علاجا للمشاكل العراق مثل ما قلت في كل طرف من الأطراف هناك أناس متشددين وأناس معتدلين وهناك تواصل بينهم وهناك تقاطع عند أطراف أخرى فلنأمل أنه يقول الشعب كلمته في دعم هؤلاء المعتدلين الذي يرى فيهم الصورة المناسبة للتعاون في تشكيل تحالف يحقق مصالح الجميع ويعالج الأخطاء الماضية ويعيد الثقة إلى الشعب العراقي أنه هذه التركيبة ممكن أن تنقل البلد إلى طور أفضل وتعالج الأمراض الموجودة وتدفعنا لبناء الدولة التي يستقر فيها الجميع ليست الصورة قاتمة تماما مثل هذا التفاهم على الواقعيا يقال أنه الانتخابات المقبلة سيبرز فيها سيد عمار الحكيم سيد مقتد الصدر في الوسط الشيعي بين قوسين في الوسط السني سيكون هناك سيد أسامة النجيفي هل يمكن أن يقام تحالف بين هذه الأطراف أم أن الهوية الطائفية ستظل حاضرة أنا أقول أنه ممكن أن يتم التعامل بين القيادات السنية مع القيادات الشيعية لتشكيل حكومة مع القيادات الكردية التي تتقارب في وجهات النظر ولديها نوع من الفهم للمشكلة العراقية ولديها مشروع لمعالجة هذه المشاكل وهذا أمر موجود ولكن لم يحصل اتفاق كامل ولا تحالف نهائي بأي شكل من الأشكال ولكن هناك مشاريع مطروحة في الساحة فالتعاون هذا الثلاثي إذا تم وحكومة تمثل كل الطيف العراقي تستطيع أن مثل ما قلت تضع خارط الطريق للإصلاح وتستطيع أن تنقر البلاد إلى طول أفضل على أمل أنه في السنوات القادمة نستطيع أن نزيل هذه الفوارق بين المكونات العراقية ونعود إلى الصورة المواطنة التي هي أهم من كل الصور ومن كل المسميات الأخرى ونعيد البلد إلى المسال الصحيح ولكن الآن نحن في مرحلة انتقالية لن تكون مثالية ولكن الإصلاح والعلاج ممكن حتى في هذه الأحوال بعد كل هذا الألم بعد كل هذه المعاناة المديدة التي عاشها العراقين هل تتوقع أن البلاد ستعود إلى فكرة المواطنة مرة ثانية؟ هذا الأمل موجود من دون فكرة المواطنة وعودتها في وقت من الأوقات لن يبقى عراقا واحدا وهذا أمر يجب أن نعمل جميعا على تجنبه ولا بد أن نسعى للحفاظ على العراق كبلد واحد مع الحفاظ على الخصوصية والهوية الفرعية ولكن الهوية الأولى المواطنة والعراقية هي الأساس ولكن هذه الفترة الانتقالية لا بد أن يكونوا واقعيين ونتعامل بما وصلت إليه الأمور أن لا نبدأ في الخيال أن لا نبني قصر على الرمال يجب أن يكون هناك واقع هذا الواقع نستخدمه لنقل البلد إلى صورة أفضل إذا كان هناك تعامل طبيعي بين المكونات العراقية وبين القيادات المعتدلة وفي مشروع واضح للإصلاح أعتقد نستطيع أن نعيد اللحمة من جديد ونستطيع أن نحافظ على هذا البلد بإرثه التاريخي ومستقبله الواعد إن شاء الله دولة الرئيس الحقيقة اسمع لي بهذا السؤال هناك من يقول أن السيد النجيفي أصبح بين قوسين زعيم السنة في العراق حقيقة أنا أمثل الشعب العراقي الآن لا أقصد بوصفك بوضع هذا الأمر على جنب الصفة الرسمية لا أقول الآن الصفة الشعبية والسياسية والتيار الفكري أن السيد النجيف اليوم بات زعيم للسنة حقيقة أنا لا أدعي هذا الأمر ولكن أقول أني فأسمي نفسي خادم للعراقيين كانوا سنة أو شيعة أو كرد وهذا واجبي وأتحدث باسمهم أما أن أمثل طيفا واحدا وأتقاطع مع الآخرين فهذا ليس شاني أنا أتواصل معه لا أقول في مجلس النواب حتى في الوضع السياسي أنا أبذل جهدي لخدمة العراقيين والقيام بواجبهم أنت تعترض عليه لكونه يضفي عليك هوية طائفية لا لا ليس هكذا يعني أنا أم ماذا من يقول أنه زعيم للسنة هذا يعني كلمة هي ليست واقعية يعني لا يوجد شخص متفق عليه من الكل سواء كان في السنة أو شيعة أنه وجهت الدعوة لسيدنا جيفي على هذا الأساس لا هي وجهت كرئيس البرلمان العراقي وأنا الآن لدي وفد ولكنها وجهت من الإدارة نعم أنا لدي وفد برلماني منوأ فيه كل الطيف العراقي من الصابعة والمسيحيين والأكراد والعرب السنة والشيعة والتركمان وهكذا حرصت أن يكون الوفد ليظهر الصورة العراقية ولكني في نفس الوقت أعتقد أن هناك كثير من الأخطاء ارتكبت تجاه مكونات عراقية ولا بد أن تعالج ويجوز أن يكون ثقل السياسي في المنطقة السنية المحافظات التي لنا حضور فيها أكثر من المحافظات الأخرى بحكم الانتماء وحكم النشاط السياسي وحكم الموضوع العائلي والوجود جغرافي ولكن هذا لا يعني أننا ضد الآخرين نحن نتكلم حول بد الجسور مع المكونات العراقية وإيجاد قيادة مشتركة عراقية تحافظ على الخصوصيات الفرعية مثل ما أسميناها وتسعى للحفاظ على الهوية الأولى وهي المواطنة فأنا أدافع عن السنة عندما يطلمون وأدافع على الشيعة والكرد كذلك عندما يقع عليهم الحيف وهذا لا يعني عندما أدافع على مكون معين أني قد انحست لهذا المكون ضد الآخرين هذه نظرة ضيقة أنا أتكلم حول مسؤولية قانونية وشرعية ودستورية في القيام بواجبي كرئيس لمجلس النواب فلنترك هذه المسميات ونقول أننا نسعى لبناء عراق يشعر فيه الجميع أنهم موجودين ولهم دور ولهم فاعلية ولهم احترام ولا يوجد شخص يستطيع أن ينتهك حق العراقي ويبقى خارج المساءلة أو خارج العقوبة في وقت اللاحق دولة الرئيس الحقيقة قد لا يكون هناك المزيد من الوقت ولكن أسألك حقيقة ائتلافكم اليوم هو متحدون للإصلاح وأظن أني أطلقت عليه الوصف الصحيح أو الاسم الصحيح يعني متحدون للإصلاح يقال أنه لا يضم سوى مكون طائفي معين بل أنه يبدو أقرب إلى تمثيل الإسلام السياسي السني أي نحن حيال الوجه الثانية من الإسلام السياسي الشيعي الذي يبدو كأنه هو ركب الأخطاء كلها هل أنتم في قصد هذه المواجهة؟ لا أبدا متحدون للإصلاح هو تلاف كبير يضم قوة سياسية منوعة فيها الإسلامي وفيها الليبرالي وفيها التنوع المذهبي والقومي والديني بشكل واضح قوائمنا في بغداد رقم واحد ظافر العاني من يستطيع أن يقول أن ظافر العاني من الإسلام السياسي؟ رقم ثلاثة في بغداد حيدر الملة الليبرالي الشيعي لدينا تركمان ولدينا مسيحيين ولدينا أكراد نعم كل الطيف العراقي موجود ولكن ثقلنا في محافظات محددة لها طبيعة سكانية محددة نقلت هذه الطبيعة إلى هذه القائمة لم نستثني أحدا في هذه المحافظات هل يعيش السيد أنه جاي في علاقه منسجمة اليوم مع الكرد على ذكر أن قائمتكم تتوفر على ممثلين الأكراد؟ نعم علاقتنا مع الكرد ممتازة جدا مع الكرد كمكون ومع قيادة الكردية نعم ولدينا علاقات أعتقد قريبة من التحالف في كثير من المفاصل ولكن لدينا بعض الخلافات حول قضايا محددة نأمل أن نستطيع حلها بطريق القانوني والدستوري ولكن أنا أؤكد مرة أخرى أن المتحدون للإصلاح هي فوق هذه القضية والقوائم عندما تنشر الأسماء سترون التنوع العراقي الكامل داخل هذا الاتلال ولا هناك احتمال تشكيل القائمة العراقية مرة ثانية أم الأمر أصبح من الماضي؟ هو القائمة العراقية موجودة يعني هي موثلة في المتحدون وهناك قوائم من العراقية موجودة في لا الإشارة ولكن ليس بالشكل القديم حقيقة العراقية كانت يعني هي مشروع ممتاز ولكنه لم تحسن إدارة هذا المشروع بسبب يعني نوع من ضياع المسؤولية ضياع القيادة التي تحسم الأمور الآن المتحدون قد اختارون إخواني رئيسا للإتلاف كقيادة واحدة تستطيع أن تقرد بموجب نظام داخلي وبموجب أمانة عامة أيضا تصنع وتصيغ القرار في العراقية لم يكن هناك نظام داخلي ولم تكن هناك قيادة معروفة خمس رؤوس دولة الرئيس اسمح لي بالوصف هل بدأ الأمر وكأنكم تركتم أيد علاوي وحيدا؟ الدكتور أيد علاوي رجل محترم ورجل صديق عزيز وبتأكيد نتعاون معه الآن وفي المستقبل ولكن أعتقد الشراكة التي كانت تجمعنا لم تنجح في حسم يعني القرار العراقي أو القيام بما يريد المواطن في فترة كانت مضطربة ومثل ما قلت السفينة التي يقودها أكثر من ربان تغرق دولة الرئيس أشكرك فعلا لهذا الوصف يبدو هو جانب أساسي من مشكلة العراقية هل تعتقد أيضا أن السبب يعود إلى تأثيرات إقليمية على أطراف العراقية بحيث جعلتها ضائعة في هويتها وفي مسارها؟ لا هو طبعا هناك ضغط إقليمي لعدم نجاح مشروع العراقية في فترات كثيرة وليس العكس لا لا طبعا يعني لا يوجد حقيقة تدخل إيجابي من الخارج مع العراقية تدخل كان سلبي دائما وتدخل معيق لهذا المشروع وأنا ألوم قيادة العراقية أنها لم تستطع أن تتعاون بطريقة تنجح المشروع ولم تستطع أن تقنع المنتمين لها بالوحدة القيادة أو بالقرار الواضح الحاسم دولة الرئيس الحقيقة نعود وننهي بأس المشكلة بجوهرها كانت هناك العق متشنجة بين الرئيس السلطة التشريعية ممثلا بحضرتك ورئيس السلطة التنفيذية ممثلة بسيد رئيس مجلس الوزراء نور المالكي حقيقة بدأ في أحيان وكأنه عادت المياه إلى مجاريها بينكما ثم ما تلبث أن تنقطع مرة ثانية ما الذي يجعلها أن تنسجم لأنه هناك من يرى أنه بانسجام السلطتين التشريعية والتنفيذية تستقيم الأمور ما السبب في عدم استقادة حقيقة أتمنى منك جوابا صريحا وطبعا أنا قلتها سابق وأقولها الآن ليس هناك خلاف شخصي بيني وبين الأخرى والرجل أيضا يقول نفس الشيء ولكن نختلف في وجهة النظر في إدارة البلد أنا أعتقد أن الإدارة التي يقوم بها لا تتفق مع الدستور وفيها كثير من الاستعجال والقرارات التي لا تحقق المراد في بناء الدولة المستقرة الآمنة وهناك نوع من التقاطع مع صلاحيات مجلس النواب نوع من محاولة الهيمنة على المجلس النواب في منع القرارات التشريعية في الحصانة البرلمانية في المساءلة في عدم القبول بالخضوع للمجلس والحضور والإجابة حقيقة اتخذوا إجراءات سببت شل المجلس النواب وعدم قدرته على القيام بدوره الطبيعي هذا ما يجعلني أغضب ولا أتعامل بطريقة صحيحة معهم وفي نفس الوقت تختلف السياسات والرؤية تجاه كثير من القضايا هذا أمر في بعض الأوقات أنا كنت أقترب مع الرجل خوفا على العراق وخوفا على الانزلاق البلدي للأسوأ وأتقاطع معه أحيانا عندما أرى واليوم دولة الرئيس النجايف اليوم العراق يعيش مثل هذه اللحظة ما الذي يمنع من أن تكون هناك لحظة مصارح على الأقل أنا لست ضد هذا الموضوع ولكن أنا أعتقد قد جربنا هذا الموضوع مرات وكرات ولم تتغير الأمور الآن نحن مع الشعب وسندافع عن حق الشعب سواء رضي الآخرون أم لم يرضوا وسيكون هناك مواقف صلبة جدا إذا انتهكت حقوق الناس أو تم ظلمها ظلما صريحا مثل ما يحصل الآن وأنا أقول يجب أن يكون هناك عودة للالتزام الدستوري وعودة للشراكة وعودة للثقة التي أولاها لنا الشعب في أنه نكون خدم لهذا الشعب ولسنا طغاة أو حكاما فوق الشعب أنا أحذر من انحراف مسار البلد إلى شيء آخر غير ما ألزمنا الدستور فأرجو أن تحسب الانتخابات هذا الموضوع في وقت قريب وأرجو أن يتاح للشعب أن يدل بصوته بطريقة صحيحة وأن لا تثار الزوابع والقرارات المتسرعة وإشعال النار في أيام التي مفترض أن تكون هناك تهدئة وضرف مناسب لإجراء هذا الاستحقاق التاريخي دولة الرئيس الحقيقة الهواء لك والفسحة ممكنة لأن تقول كلمة أخيرة للعراقين أشكركم أنا طبعا أمثل الشعب العراقي بموجب ما خولني الدستور وكنت خادما لهم وسأبقى كذلك وأنا هنا في واشنطن للدفاع عن حق الشعب العراقي ولإيضاح الصورة الحقيقية ولمنع البلد من الإنجرار إلى الأسوأ ولمنع البلد أن يسيطر عليه شخص أو حزب أو طائفة ضد إرادة الآخرين ولمنع البلد أن يكون فلكا يدور حول دول معينة أو إرادات معينة وأرجو أن يقول الشعب كلمته وأن يدافع عن حقه ولا يرضى بالظلم ولا يرضى بالاستعباد ولكنه شعب كريم سينتصر في الأخير ويحقق إرادة العراقيين في بلد عزيز كريم بما يستحق وبما سترفع الرأي إن شاء الله رأي العراق الواحد نشاركك أكيد دولة الرئيس مثل هذا الأمل ومثل هذا المسعى أعزائنا المشاهدين إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج حوار خاص وفيها استضفنا رئيس البرلمان العراقي دولة الرئيس أسامي النجيفي من هنا من واشنطن هذا علي عبداليمير الجام يحييكم على أمل اللقاء في حلقات مقبلة من هذا البرنامج دولة الرئيس أشكرك شكرا جزيلا شكرا اشتركوا في القناة